طب وشعارات تظاهرات وشجب وتنديد يرافقها تصريحات وتهديد ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين هذا ما يفعله قادة الدول الذين يريدون كسب عواطف الشعوب الإسلامية وتحقيق غايات سياسية مادتها الرئيسة القضية الفلسطينية لكن حقيقتها تصب في مصالح أخرى قدمت إيران نفسها كدولة تدافع عن قضايا العالم الإسلامي واتخذت قضية فلسطين وتحرير القدس شعارا لها لاستقطاب تعاطف المسلمين لكنها فعليا لم تقدم ما يذكر للقضية الفلسطينية أسست جيش القدس الذي يخوض حروبا لصالح إيران في العديد من الدول العربية لكنه لم يتقدم خطوة واحدة لتحرير القدس إيران التي دعت منذ تسلم الخميني لسلطة عام 79 إلى إقامة يوم القدس العالمي لكنها في الوقت الذي ترفع فيه شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل لم تجد حرجا في شراء الأسلحة من الكيان الصهيوني أبان حربها مع العراق والتي عرفت بإيران جيت وهي من أشهر الفضائح السياسية التي شهدها العالم في ثمانينيات القرن الماضي في آخر جمعة من رمضان خرجت تظاهرات في إيران بدعاية الدولة شاركتها الرئيس الإيراني حسن روحاني تندد بالسياسات الصهيونية والأمريكية في المنطقة وفي نفس التوقيت كانت هناك مظاهرات تحمل ذات الشعارات في العاصمة بغداد بقيادة الميليشيات وبزيهم القتالي من جانب آخر ووسط التنديد بإسرائيل كشف النائب كريم عليوي عن إغراق السوق العراقي بالبضائع الممنوعة والمتهت الصلاحية والأسرح الإسرائيلية مشيرا إلى أن بغداد لا تملك السيطرة على المنافذ الحدودية أجدير بالذكر أن تلك الميليشيات التي ترفع شعار تحرير القدس والموت لإسرائيل هي التي تولت وبرعاية الإيرانية المباشرة عمليات الخطف والقتل والاعتقال والتهجير لآلاف الفلسطينيين الذين يتوزعون في مناطق متفرقة من العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 مما دفعهم للهرب واللجوء إلى الصحراء في مخيمات الرويشد والهول والتنف والوليد وجد الفلسطينيون أنفسهم في دوامة عنف كبيرة لا يملكون فيها أي توسيلات دفاع منتظرين الموت على يد ميليشيات بادر والمهدي والعصائب على مرأة ومسمع من الحكومة ومما ضاعف الصعوبات التي يعيشها الفلسطينيون في العراق إلغاء القرار 202 الذي كان يضمن لهم عيشا كريما وينص على أن تتم معاملة الفلسطينيين كالعراقي في جميع الامتيازات واستبدال هذا القرار بجملة من القرارات التي تجردهم من جميع الامتيازات الممنوحة لهم قبل 2003 ما تبقى من الفلسطينيين في العراق اليوم يعيشون ظروفا صعبة بعد استلاء حكومة نور المالك السابق على منازلهم فضلا عن طردهم من وظائفهم الحكومية وحرمانهم من حقوقهم وتجدد الاعتقالات بحقهم بين الحين والآخر